على مسرح الشرق الأوسط يستعر صراع النفوذ الدولي بين القوى التي رسمت المشهد العربي بحبر من الدماء منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وبمجيء الربيع العربي في العقد الثاني من الألفية الثانية توسع الصراع الدولي ليشمل مناطق أخرى سوريا ولبنان واليمن إضافة إلى العراق على أبواب مواجهة مباشرة تتعدى صراع الأذرع بين أمريكيا وإيران وروسيا بحسب التحذيرات التي أطلقتها مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل ونشرتها مجلة نيوزويك الأمريكية بؤر توتر أمريكي إيراني مهيئة للانفجار ولن تستثني الدول الإقليمية حالما انفجرت الحديدة في اليمن ومرتفعات الجولان السوري ومنطقة التنفي السورية على الحدود مع العراق إضافة إلى منطقة شرق الفرات كلها نقاط ستمثل بداية المواجهة المباشرة بين الدول الإقليمية على حد البيان الذي أرسلته مجموعة الأزمات الدولية إلى مجلة نيوزويك حيث ترى المجموعة أن معركة الحديدة في اليمن وصلت نقطة لاعودة في ظل تزايد غارات ميليشيا الحوثي الباليستية على السعودية كما أن القصف الصيوني للمواقع الإيرانية في سوريا هيئ الأجواء لمزيد من الاستقطاب تمهيدا للصراع المباشر ولم تغفل مجموعة الأزمات الدورة السلبية الذي تقوم به ميليشيا حزب الله في جعل لبنان جزءا من الصراع الدولي المباشر فور اندلاعه ومن حيث أن العراق يعتبر بداية السباق الأمريكي الإيراني للنفوذ في المنطقة العربية فلقد سلطت مجموعة الأزمات الدولية الضوء على دور الأحزاب والميليشيات التابعة لطهران في التسويق الثقافي والتجاري والديني المؤدي إلى اندلاع هذه الحرب الشاملة نهاية الأمر ما يعني أن مسار التفاهمات الدولية لتقاسم المصالح في الشرق الأوسط وصل إلى نقطة آذنت بالانتقال من عصر التفاهم إلى مرحلة التصادم يا الله صلاة المصالح